في تصريحات تحريضية جديدة لا تخلو من دعوات لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين خرج زعيم حزب الدعوة نور المالكي متحدثا عن هيبة الدولة لتبرير ارتكاب المزيد من عمليات القمع والتنكيل بحق ثوار تشرين الذين وصفهم بالمخربين والخارجين عن القانون بدى المالكي راغبا باستنساخ تجربته الدموية ضد المحافظات المعتصمة عام 2014 وتكرار المجازر التي ارتكبها في الحويجة والفلوجة وديالا والتي انطلقت من مقولته الطائفية انتهوا قبل ان تنهوا قد نذهب الى الفوضى ان لم تعمل الحكومة على استعادة الهيبة بصراحة الحكومة الى الان لم تستعد شيئا من هيبة الدولة الى الان المتظاهرين يخربون ويقتلون محافظة ساقطة يتحدث المالكي هنا عن هيبة الدولة وعن سقوط محافظات بيد المتظاهرين متناسيا كيف ان سياسته الطائفية تسببت بسيطرة تنظيم داعش على نحو ثلث العراق ليدخل العراقيون بعدها دوامة من المآسي ما زالت اثمانها تدفع الى اليوم لم يتأخر متظاهر ثورة التشرين في الرد على تصريحات المالكي حيث اطلقوا وصما لرفض تهديداته مؤكدين ان زعيم حزب الدعوة كان عرابا للبؤس والخراب الذي يعيشه العراق اليوم وهو اخر من يحق له الحديث عن الدولة واصلاحها هذولة المالكي وجماعة المالكي مجرد قطط والله العظيم هذولة مجرد قطط وهذا القطط من تنحصر تقة خرمش هاشتاق انطلق الان من احرار العراق المالك العار لم يتحدث المالكي عن انفلات الميليشيات التي صنعها على عينه وصارت دولة داخل الدولة وقوة اعلى من القانون ولم يذكر الفساد الذي اسست له سنوات حكمه والموازنات الفلكية التي نهبها ليترك العراق على شفير الافلاس يتناسى المالك الدمار الذي خلفه هو وشركائه في العراق الذي صار يفتقن لابسط مقومات الحياة يغضطرف عن جيوش العاطلين ومستويات الفقر المرتفعة ويشيح بوجهه عن ملايين المهجرين والمغيبين والمعتقلين ناهيك عن الذين فقدوا ارواحهم يركز زعيم حزب الدعوة على هيبة الدولة بمقاييسه هو وحلفائه في نظام المحاصصة الطائفية ومن ورائهم ايران التي دمرت العراق عبر شعارات ما زال يتاجر بها من خربوا الدولة وقضوا على هيبتها وقانونها وان كانوا يحملون اسم ائتلاف دولة القانون